بسم الله الرحمن الرحيم كان على حقول الرز وعلى الجاموس وعلى ابن عمى المضحك وأيضا عن الخضروات اللي يزرعوها فالآن يعني إجا وقت السوالة في العراقية هس سعدنا ابنية من العراق تريد تتعرف عن نفسها وعن عائلتها بما أن الموضوع اسمه عائلتان يعني إذا تذكرون بالدرس الماضي قلنا بأن مجلتي وهمين قلنا قلنا يعني عائلتان هس نرجع لدرس اليوم ونحكي عن هاي البنية ونشوف شنو اسمها وشنو قضيتها البنية تبدأ تعرفنا عن نفسها وتقول مثل ما قال هان طبعا تقول هلو يعني مرحبا هلو يقوله ورايا عزيزي الطلبة هلو مرحبا I am فرح I am فرح تعرف بنفسها تقول مرحبا أنا فرح أو تقدر تقول my name is فرح اثنين هم صح I live أنا أسكن أو أنا أعيش with my family أنا أسكن مع عائلتي أو أنا أعيش مع عائلتي in Baghdad in Baghdad I live with my family in Baghdad أنا أسكن مع عائلتي في بغداد نقولها على كيفنا وأنتم ترددون ورايا I live I live with my family in Baghdad in Baghdad أنا أسكن مع عائلتي في بغداد أنا أسكن مع عائلتي في بغداد أوكي هي تسكن مع عائلتها في بغداد my father my father يعني أتقول أبويا my father شبي أبوها my father is a pilot a pilot a pilot my father أبي is is a pilot أبي طيار يعني أبوها يشتغل طيار my father is a pilot and and he flies he flies يطير أو يعني شون تقول أنه يسوق السيارة بس أعد يسوق الطيارة يعني يحلق أو يطير planes يطير طائرات لا لا غلط هو يقود الطائرات planes يعني طائرات planes يعني طائرات هسا عدنا pilot طيار و planes طائرات for ل Iraqi airlines Iraqi airlines إراكي يعني إراقي airlines يعني خطوط جوية يعني أبي طيار ويقود الطائرات لل الخطوط الجوية العراقية نقرأ هذا الجزء وهذا الجزء بصورة سريعة Hello I'm Farah I live with my family in Baghdad I live with my family in Baghdad My father is a pilot and he flies planes for Iraqi airlines يعني مرحبا أنا فرح أنا أسكن أو أعيش مع آئلتي في بغداد أبي طيار ويحلق بالطائرات للخطوط الجوية العراقية خلي نكمل ونشوف بعد أجلت تقول عن نفس عن آئلتها My mother يعني أمي is a housewife now يعني إن أمي ربته منزل الآن يعني شنو الآن but لكن she was a nurse لكن كانت ممرضة أو نقدر نقول لكنها كانت ممرضة My mother is a housewife now but she was a nurse والدتي ربته منزل الآن لكنها كانت ممرضة نقرأ نقرأ على كيف نمر ثانية وأنتم مترددون ورايا My mother is a housewife My mother is a housewife now Okay My mother is a housewife now a housewife now but she was a nurse but she was a nurse لكنها كانت ممرضة This is my family having lunch اقرأ This is my family having lunch This is هذه my family عائلتي having lunch هذه عائلتي تتناول وجبة الغداء هاي عائلة فرح which they سوون they تناولون وجبة الغداء Okay You can see my mom and dad تستطيعون أن تروا أمي وأبي وأمي منوا بعد بالصورة my two younger sisters my two younger sisters يعني خواتي الثنين الأصغر مني and my big sister and my big sister يعني أختي الكبيرة تقدر تقول my older sister همين يعني أختي الأكبر مني هم صحيح هم يصير لكنهم أم يقولون big sister وأيضا تكمل تقول my aunt عمتي أو خالتي اثنين هم مضبطات اثنين هم بصير my aunt is sitting is sitting تجلس opposite 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 my mom شنو هاي الجملة اللي قررناها my aunt قلنا عمتي أو خالتي is sitting is sitting تجلس opposite my mom opposite يعني في الجهة المعاكسة my mom لأمي يعني عمتي أو خالتي شو هاي شو تصير منها تجلس في الجهة المعاكسة لأمي هنا عدنا الصورة هذه فرح وهاي أختها الشبيرة وذول أخواتها الصغار هذا أبوها وهاي أمها أو هاي ما واضح بصراحة بالصورة لكن وحدة قاعدة مقابير اللوخ يعني بالجهة المعاكسة يعني قاعدة قبار أمي أو بالجهة المعاكسة لأمي هاي الجهة معاكسة لهاي وهاي معاكسة لهاي لكن خلي هاي أمها وهاي خارتها أو عمتها فرح تكمل وتقول هنا 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 صورة أو هذه صورة هنا 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 صورة في مقابير شو نعني كوكبيت تقول هاي صورة لقمرة القيادة قمرة القيادة يعني المكان اللي يقعد به الطيار حتى يطير بالطيارة أوكي هاي الصورة لقمرة القيادة تقول here is a picture in the cockpit هذه صورة لقمرة القيادة زين ليش تشوفنا هذه of my dad's plane لطائرة أبي يعني هاي الصورة كانت من قمرة القيادة ما للطيارة اللي أبوها يطيرها he and هو were the co-pilot co-pilot يعني مساعد الطيار he and the co-pilot are getting ready to leave دوباي he and the co-pilot هو ومساعد الطيار are getting ready يعني they they يستعد to leave to leave لمغادرة دوباي 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 هاي باللفظ الإنجليزي باللفظ العراقي احنا نقول دوباي أما باللهجة الخليجية يقولون عليها دبي يعني هو ومساعده أو مساعد الطيار يستعدون لمغادرة دبي خلنا نكمل هذه الصورة في المطار في لندن شوف احنا نقول لندن هما يقولون لندن من اللي بالصورة you can see تستطيعون أن ترى أو تستطيعون أن ترى أو تستطيعين أن ترى you can see my grandmother تستطيعون أن ترى جدتي يعني بيبي my mother أمي and my aunt وعمتي أو خالتي with their bags with their bags ready to check in ready to check in خلنا نشرحها الجمل الأخيرة this picture is at the airport in London this picture is at the airport in London هذه الصورة في المطار في لندن you can see you can see my grandmother تستطيعون أن ترى جدتي my mother أمي and and my aunt and my aunt and my aunt مع حقائبهن مع حقائبهن مع حقائبهن لأن كلهم إناث فلازم نقول مع حقائبهن ready to check in جاهزات لتسجيل الدخول أو يعني دا يتحضرون حتى ينطلون التذاكر و حتى يستعدون للطيران هسه إحنا لازم شنسوي هسه لازم مثل ما سوينا بالدرس السابق اللي هو الخاص behind read and write a sentence under the photos يعني اقرأ تقرأ المكتوب إحنا مثل ما قرأنا هسه المكتوب هنا read قرأنا and write واكتب جملة a sentence under the photos يعني لازم نكتب جملة تحت الصور أوكي أسعدنا هاي الصور هنا هاي اش قالت هاي الصورة نرجع عالكتاب اللي حتشت به تقول I am فرح I live with my family in Baghdad My father is a pilot and he flies planes for Iraqi airlines اوكي he flies planes for Iraqi airlines يعني هو يقود طائرات للخطوط الجوية العراقية فهسه لازم نعلق على هاي الصورة ونكتب شنو هاي هاي الصورة نكتب عليها Iraqi airlines plane يعني طائرة لخطوط الجو العراقية Iraqi airlines plane اوكي اوكي وهنا اش راح نكتب طبعا ممكن المعلمة او المعلم يطلبون منك تكتب غير جمل مهم طبيعي مادام الجملة صحيحة وفرح قائلتها تقدر تكتبها وتقدرين تكتبيها عزيزتي الطالبة في الحقل المخصص تحت الصور اهنا هاي عائلة فرح ودي يتغدون فاش راح نكتب فرح فاملي فرح فاملي اس التملك اه is having lunch يعني عائلة فرح تتناول وجبة الغداء عائلة فرح تتناول وجبة الغداء وهنا نقدر نكتب صورة في مطار لندن صورة a photo او نقدر ركتب picture a photo او نقدر picture in london's airport صورة في مطار لندن صورة في مطار لندن طبعا نقدر نكتب اه ام خالة وجدة فرح مع حقائبي هن في المطار في انتظار ال checking نقدر نكتب هذا الشي بس احتمال المعلم او المعلمة يطلبون منكم بس أريدكم تعرفون بان هاي الطريقة ايضا صحيحة هنا نكتب شغلة ثانية هنا نكتب فرح's father and his co-pilot getting ready to leave Dubai يعني فرح اه عفوا يعني ابو فرح والمساعد مع الابو فرح هنا بهاي الصورة دا يتجهزون حتى يغادرون دبي وهنا طبعا عدنا اه الدرس شي طلب من عدنا يقول استمع الى هان وفرح وهم يتحدثون عن وظائف عائلتيهما او عن الوظائف التي تمارسها او يمارسها عائلتهما اوكي احنا سمعنا بان الاب كان طيار وعند مساعد pilot و co-pilot وسمعنا ايضا بان عدنا ممرضة nurse وسمعنا بان co-farmer و سمعنا وظائف بهذا الجزء من الدرس والجزء اللي راح ايضا اتمنى هذا الدرس يكون عجبكم وان شاء الله ان شاء الله في الدرس القادم راح نكمل نسأل اسئلة عن عائلة فرح ونسأل اسئلة عن عائلة هان هنا يقول الدرس السابع طبعا check my understanding يعني تشيق هل انا افتهمت صح الولا read the two families again and take check or يعني check check in the yes or no in there يعني الدرس القادم ان شاء الله الدرس يريد من عندنا او الكتاب يريد من عندنا نقرأ هاي المعلومات ونخلي صح وخطأ في الفراغات ولازم ايضا نستخدم يعني علامات الترقيم يسموها الدرس راح يكون شيق جدا ان شاء الله لا تنسون التابعونا ومن يجهز الدرس ان شاء الله بيكون جاهز للنشر يعني جاهز للتوزيع راح يعرفون اباكم واولياء اموركم وان شاء الله اشوفكم على خير بالدرس القادم شكرا معكم